تشطيبات إن شاء الله نسمع عنها تمام بس أكو تشطيبات بلدية النجف يعني صارت بيها ملفات فساد أصدرتم جنابكم أصدرتم أوامر أيضا بتشطيب البعض والقبض عليهم كيف هي المشكلة؟ بلدية النجف من المؤسسات البلدية بشكل عام من المؤسسات التي تكون بيئة صالحة للفساد باعتبارها أملاك أمساطحات أستثمارات أكو تجاوزات كل هذه المشاكل موجودة بالمؤسسات البلدية فبالتالي أولى الأولويات كانت عندنا أن نسيطر على هذا الموضوع طبعا قدرنا نسيطر بالاتفاق مع القوات الأمنية مع الأمن الوطني مع أيضا المخلصين بالبلدية أجرينا تغييرات كثيرة في البلدية سواء نجف أو كوفة والمفاصل الرئيسية بالأقسام وكذا غيرناها فقدرنا واستطعنا إلى حد ما أن نحد من هذه القضايا السلبية التي تحصل في المؤسسات البلدية من ناحية التصليحات بالورش التصليحات الوهمية المبالغة بالأسعار من ناحية السيطرة على أملاك البلدية التي هي المورد المالي القوي للبلدية مؤسسات البلدية وأهمها الكوفة والنجف باعتبارها هي مراكز يعني أنا من نجيت إلى بلدية النجف وجدتها بلدية خاسرة ولكن هي المفروض هي تدعم المحافظة بالمشاريع هي الخاسرة لأن الأموال تدعم إلى جيوبهم بالضبط فاتخذنا عدة إجراءات حاليا الوضع المالي البلدية ممتاز بدأت تلاحق الناس المديونين إلها وكان أكفت إجراءات قانونية غير مفعلة مثل حجز الأموال مثل منع السفر إيقاف الفعاليات وغلقها كل هذه الإجراءات كانت متوقفة من غيرنا المفاصل اللي مر بها المستثمرين ومساطحين واللي كان يعني يصير بها شبهات فساد ظهرت أن كل هذه الأمور وعززنا إرادات البلدية وأيضا إرادات بلدية الكوفة حاليا بلدية النجف منذ أشهر تقريبا من شهر الثامن وقفنا الدعم عنها وبدأ تمويلها الذاتي هو اللي يمشي أمورها بلدية الكوفة حاليا أيضا بدأت تنهض أيضا صار تغيير بها وصار معالجة لبعض الملفات المهمة اللي يتعزز إراداتها والسيطرة على الأملاك مالتها والسيطرة على المستحقات والديون الصالحة وبالتالي بدأت تتعزز وبدأت تنمي اشتركوا في القناة